مقدمات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بدأت تلوح عليه آثار ومقدمات النبوة الرؤية الصالحة في النوم الخلوة في غار حراء تسليم الحجر والشجر عليه رؤيته صلى الله عليه وسلم نور الملائكة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة بأول خمس آيات من سورة العلق وهو في غار حرا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال الإمام النووي أول ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف انقطع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول أول آيات من سورة العلق أياما ثم نزل الوحي بعد ذلك بسورة المدثر قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر وهي أول ما نزل من القرآن بعد فتور الوعي